السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على عشرف المرسلين طبعا اليوم نحن نتحدث عن ميزة الكثير لا يعرفها في خراءة جوجل طبعا في البداية نفتح خراءة جوجل ثم نكتب في البحث الكعبة ثم نضغط بحث طبعا سيظهر لنا يضع لنا دبوس كما تلاحظون عند إشارة عند موقع الكعبة بعد ذلك نضغر الخريطة حتى يظهر موقعنا الحالي الميزة هاي كثير لا يعرفها في خراءة جوجل سأضغر لكم الخريطة كما تلاحظون ظهر موقعنا الحالي الآن اتجاه السهم الصغير هذا هو اتجاه الجهاز الآن أدير الجهاز كما تلاحظون أدير الجهاز حتى يتجه السهم الصغير إلى الكعبة وبهذا الشكل يعطينا اتجاه القبلة من موقعك أينما يكون موقعك تستطيع بهذه الطريقة أن تحدد اتجاه القبلة هذا كل شيء بالنسبة للشرح تمنى أن تكونوا قد استفدتم وأهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر